على مفترق طرق يسير العراق ولكن ما بات واضحا من تصريحات ساسته غضبهم من العقوبات الأمريكية على طهران ويبدو من تلك التصريحات أن الوقت حان لتزديد دين ما قد يضع كل بيض العراق في السلة الإيرانية بحسب موقع هوت إير الأمريكي فبالرغم من تصريحات حيدر العبادي بالتزامه بالعقوبات الأمريكية وتغليبه مصلحة العراق إلا أن الوقائع على الأرض تقول عكس ذلك هذه الوقائع عززت بحسب الموقع الأمريكي الاتهامات لشركاء العملية السياسية في العراق بالوقوع في إحضان إيران وتحويله إلى حديقة خلفية لها تورط لم يكن وليد اللحظة بل كانت ضمن خطة إيرانية جعلت العراق مكانا مناسبا لإدارة شبكات سرية لتمويل فيلق القدس بحزب الله وغسيل الأموال المتأتي عن مشاريع وهمية ورشاوة وعمليات خطف وابتزاز إضافة لمزاد العملة في العراق الذي يرفض الاقتصاد الإيراني بالعملة الأجنبية وجراء لذلك يهبط العراق في مؤشر غسيل الأموال إلى المرتبة 208 غير بعيدا عن إيران التي تتذيل القائمة العالمية نفسها ويقول جون سلوفيان المبعوث السابق للخزانة الأمريكية إلى بغداد إن هناك العديد من علامات الاستفهام حول الاقتصاد بالعراق بعضها متصل بالفساد بتأثير إيراني ويشير سلوفيان إلى أن بنك البلاد الإسلامي وخمسة مصارف أخرى عملت على استغلال النفوذ الإيراني للولوج إلى القطاع المصرفي العراقي واتخاذه ستارا لإدارة ذلك الفساد المرتبط بالحرس الإيراني مباشرة ويبيع المصرف المركزي في العراق ما بين 150 إلى 200 مليون دولار يوميا في مزاد العملة وهو إجراء أصبح موضع انتقاد كبير في وقت يطالب السياسيون في العراق وقادة الميليشيات على خلاف مفاهيم الوطنية في البلدان التي تحترم نفسها يطالب هؤلاء الساسة في العراق بتزديده فاتورة حربه على إيران وكأنهم بصريح العبارة يقولون نعم نحن من إيران لا وبل ننتمي لها